قال ولا تهجر إلا في البيت وهذا بيان أن الهجر الذي أذن به ليس مطلقاً بل بما يحصل به الإصلاح قال ولا تهجر إلا في البيت يعني ولا تفارقها بترك مساكنتها فإن الهجر الذي أمر به قيده الله تعالى في قوله والتي تخافون ويشوزهن فعيضوهن وهجرهن في المضاجع والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع فالهجر في المضاجع ولا يستلزم ذلك أن يترك البيت لكن هل يؤذن فيما إذا كان ترك البيت يحصل به الإصلاح أن يهجر بترك البيت هذا مقيد بتحقيق المصلحة ولذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه شهراً لما غلظنا عليه في طلب ما لا يملك صلى الله وسلم مما يكون من النفقة وأراد صلى الله وسلم تقومهن فهجارهن شهراً وكان فيه مشربة وقد أخذ منه جماعة من أهل العلم جواز الهجر في غير البيت لكن هذا من غير إضاعة الحقوق فالنفقة وسائر ما يكون من الحقوق التي للمرأة ينبغي أن تراعى والأصل لا يكون الهجر إلا في البيت إلا إذا اقتضته مصلحة فقد يكون الهجر في المضجع فقط وقد يكون بأن ينتقل إلى فراش آخر أو إلى غرفة أخرى وقد تستلزم الحال للإصلاح أن يهجر حتى البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقوله ولا تهجر إلا في البيت بيان أن الأصل في الهجر أن لا يكون إلا في البيت وقد ورد الإذن بالهجر خارج البيت إذا اقتضت ذلك مصلحة ترجمة نانسي قنقر